السلام عليكم معكم أستاذة خديجة العمراني محامية بهيئة الضربيضاء ومؤسسة جمعية ولادي لكتناضل من أجل حقوق الاجتماعية للدفل مدونة الأسرة هي القانون لجاء باش نضم الزواج والطلق والأسرة حياة الأسرة الجديد للمدونة 2004 هو كبير بالنسبة للمرأة المغربية لأنه قبل من 2004 لم تكن لها طلق من بعد من 2004 ولت المرأة ممكن لها تسلجأ للقضاء وطلب تسلق للشقق 17 سنة من بعد مدونة الأسرة جاءت باش تعطينا هذه كثيرة تقريباً كثير من 100 ألف طلق في السنة هذه الإحصائيات ديال الوزارة العدلة اللي نقص في مدونة الأسرة هو واحد من مراعاة لمصلحات الطفل بعد تطبيق ديال المدونة تبين بإن المصلحة ديال الطفل ما كتكونش دائماً هي الأولوية بالتالي خسنا اليوم نعيدوا النظر في مدونة ونعيدوا النظر هذه القوانين باش نمكنوا الأطفال ديالنا أنهم يعيشوا بلا ضغوطات نفسية حيث اليوم كنعرفوا بأن النفسية ديال الطفل إلى الدهورات هذا الطفل ما غازيش يقرأ هذا الطفل يمكنه يدير شي ديبخيسون يمكنه يمشي الإدمان وهذه الإشكاليات كلها اليوم خسنا نراعيوها وخسنا نعرفه بأنه حان لوقت من أجل هذا التغيير المجتمع المدني خسو يعرف بأنه تغيير ديال المدونة ولا عاجل وباش يكون هذا الطفل الحاداتي مخصوش يتأثر من واحد القوانين اللي هي صعبة مثل قانون ديال الحضانة اللي كتسقط الحضانة ديال الأم حجوجات باش يكونوا غادي نفسروا في الحلقات واحدة أخرى اليوم اللي يجينا نفسره هو مبدئياً خسنا نشوفوا شنه هما الإشكاليات اللي كترحوا في نسبة المدونة الحالية باش نطلبوا واحد تعديد اللي غادي يكون في المستوى ديال المغرب الحاداتي وهذا اللي كانت ننور مصلولي بإذن الله اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة